ايضا تولى رئاسة رئيس اركان حرب القاتل المسلحة من واحد وتمانين لثلاثة وتمانين هذا الرجل يحتاج يتكتب عنه يتكتب عنه الفريق عبد الرب النبي حافظ قائد الفرقة الستاشر وكان معاه سيد المشير طنطاوي قائد الكتيبة الستاشر الكتيبة او الفرقة سيد الرئيس بيرحب بيه بيحييه احد ابطال اكتوبر احد قادة انتصار اكتوبر قدام حضراتكم مع سيدة الرئيس وسيدة الرئيس بيحييه كلنا زي ما حاكوا شفتوا كده وقفين بنحييه كل القاعة تصفيق حد لانه يمثل كل من شارك فيه هذا الانتصار العظيم واحنا النهاردة عاملين ندوه عشان ايه عشان نحتافل طب ما عندنا احد القادة اللي موجود وسطينا هذا الرجل شاروني تكلم عنه شارون اتكلم عنه وسيدة الفريق عبد الرب النبي اتكلم وقال انه شارون كان حاول يعمل اربع هجمات علينا على الفرقة بتاعتنا يومين يومين 16-17 اكتوبر وكان قال سيدة الفريق عبد الرب النبي حافظ تحياتنا يا فندم والله تحياتنا وتقدرنا وحبنا ومودتنا كلها والله كل الناس طبعا بتحيي سيادتك وتحيي كل ابطال اكتوبر ممثلين في شخص حضرتك كنا فاخرين النهاردة بنشوف هذا الرجل احد ابطال اكتوبر تولى رئيس اركان حرب قوات المسلح من 1-83 كان امين عام وزارة الدفاع تاني بقول لحضرتكو هذا الرجل حكى في اتكلم على انه شارون قام باربع هجمات بالمدرعات على الكتيبة عشان يعدي شارون بالمدرعات بتاعته غرب قناة السويس عشان يعدي ناحية تاني من القناة ويتم حصار قوتنا اللي موجودة بالكامل في الوقت دا اللي هي عدتها مئات الالاف شرق القناة يتم حصارها بخطة اللي اتعاملت وخطة شارون ان احنا نحاصر المصريين نعدي من غرب القناة وبالتالي دخل بعد كده يقول لك ان انا رحت القاهرة لا هو معداش اصلا غرب القناة فتم مواجهته من خلال مين سيادة الفريق عبدالرب النبي حافظ وكل الرجال المقاتلين اللي كانوا موجودين معاه طيب شارون قال ايه شهد شارون وقال انه هذا الرجل كانت اسوأ ليلينة لما قواتنا دخلت في مواجهة مع قواته يعني قوات الاسرائيلية العدل الاسرائيلي قالك دي كانت اسوأ ليلة ليلينة لما دخلنا في اشتباك مع قوات الفريق عبدالرب النبي حافظ شارون قال ايه اسرائيل قالت ايه عن هذه المعركة معركة الدبابات قال مهمة جدا في التاريخ العسكري اسرائيل جيش الاسرائيلي قال انهم يوم 17 اكتوبر شارون قال ان احنا قتل من الجيش الاسرائيلي 300 ده من اللي مع شرون ده المجموعة بس انه كانت مع شرون المدرعات واصابة 1000 انت بتخيل الرقم اتقتل 300 واصيب 1000 مين اللي عمل كده وقالك كانت بالنسبة امضينا ليلة من اسوأ الليالي في حياتنا ده شارون اللي بيقول بيقول شهادة على هذا الرجل وعلى كتيبة وعلى المقاتل المصري وما بقول لحضرتك ان احنا يا جماعة لحد دلوقتي لم نتحدث عن اكتوبر وما حدث اكتوبر كما يليق باكتوبر لم 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 انا بتكلم على سيادة الفريق عبدالرب النبي حافظ يستحق اعمل ايه اكتب عنه ايه جورنال صفحة ملزمة نص صفحة نص سطر اعمل عنه ايه هذا الرجل يتسجل معاه لانه بقول تاريخ الابطال دول يعني ربنا يديهم الصحة يا رب يا رب يا رب يديهم الصحة ويفضلوا وسطينا كده نفتخر دايما وطول الوقت نفتخر بيهم اللي موجود واللي رحلوا عننا كلهم ابطال كل من شارك بالمناسبة ما فيش بيت في مصر ما فيش حد ما شاركش باكتوبر لو انا بتكلم حتى على نفسي يعني من من ولاد خالي مثلا وهم راجعين وغيرهم وغيرهم الناس بتيجي بنروح نستقبلهم بالطبل والله بيستقبلهم بالطبل وإحنا صغيرين طبل وكله في الهوى مش عايزة أقول لكم يعني طبل راجعين من الانتصار وبقى لهم قدية ما كانش حد يشافهم ولا كانوا راجعوا وكل واحد راجع ايه بالشدة العسكرية والسلاح للشخص بتاعه كل واحد كان راجع منهم كده ابطال بتكلم حتى عندنا في عائلتنا في قريبنا في عائلة مصر ما فياش كل عائلات مصر فيها ما هو ده جيشنا احنا كان عندنا في الوقت ده كم حسب التقديرات العسكرية كم واحد قرابة المليون قرابة المليون